نتكلم على بطولات النادي الاهلي في سنة 21 بصراحة سنة 21 دي كانت سنة جميلة جداً على النادي الاهلي وربنا يديم علينا الانتصارات عمرك شفت فريق في 11 شهر بيحقق أربع إنجازات قرية مش قرية بس لا وعالمية عمرك شفت فريق محدش بيقبل منه غير الفوز والانتصار والبطولات كمان أيوة مين هو؟ هو النادي الاهلي الاهلي بس تيجي كده تروح كده تعملها كده ما تقبلش غير كده هو مين؟ هو النادي الاهلي هو النادي الاهلي فعلاً فريق بياخد ثلاث بطولات قرية في سنة واحدة سنة واحدة عارفين عني ثلاث بطولات قرية وكمان برونزية كأس العلم للأندية بدأها من 11 فبراير سنة 21 وفاز على بالمراس البرازيلي بركانات الترجيح وده أحرز بها المركز التالت على مستوى العالم واخد فيها الماديليا البرونزية وفي 28 مايو أنا بقول لكم تواريخ واحد وعشرين فاز بكأس السوبر الإفريقي وده للمرة السبعة في تاريخه لما فزنا على نهضة بركان بهدفين كان لشريف وصلاح محسن أنا بفكركم بس السنة اللي فاتت وفي 17 يوليو واحد وعشرين فاز الاهلي بالنجمة العشرة في دوري الأبطال كلنا فكرينها طبعاً كانت حاجة ما فيه شحلة من كده ويدم علينا يا رب فاز على كايزر تشيب الجنوب إفريقي 3-0 في النهائة والأهداف نبكره كمان حتى بالنسبة سجية الأهداف كان شريف وقفشة والسولية وأخيراً في 22 ديسمبر 21 فاز على الرجاء المغربي بركانات الترجيح اللي احنا كلنا شفناها 6-5 ودي كان مباراة السوبر الإفريقية للمرة تمنا كده الأهلي في المركز الثاني في جدولة الأندية العالمية كلها بعد مين؟ بعد ريال المدريد الأهلي أحرز 24 بطولة قرية وريال المدريد حقق 26 بطولة الأهلي يا جماعة بقى مركة عالمية الأهلي في 21 عمل حاجات عملاقة كبيرة قوي عملاقة كبيرة قوي افرح يا جماهيري النادي الأهلي حيبقى ليكي ستاد خاص وإن شاء الله حنشوفه بداية عام الـ 22 على أرض الواقع وكمان شكل وأسس شركات هي شركة الكورة النادي الأهلي هي كانت موجودة بس فعالها وعمل شركة المنشآت الرياضية والخدمات الرياضية وكمان عمل أفازات كبيرة على المستوى الاقتصادي ومستوى كل الألعاب والمستوى الاجتماعي اللي هو بيتم بيه في كل فروعه من الجزيرة المدينة نصر للشيخ زايد للأقصر للتجمع الخامس وإن شاء الله جديد جاي كمان إحنا بنتكلم عن منظومة وعن مؤسسة عملاخة فعلا والله العظيم مؤسسة عملاخة بجد الأهلي غير مفهوم الناس في الرياضة الأهلي بقى حكاية مصرية والحكاية المصرية دي بقت حاجة لشعبه وجماهيره بنحب نحكيها لكل شوية لأن بجد بيفرحنا وفعلا بيبقى السعادة بتاعتنا وبعدين أنا بقول لكل الاتحادات اللي موجود وكل الأندية موجودة في مصر بما فيها اللجنة الأولمبية والاتحاد الكورة وغيره وغيره شوف النادي الأهلي ماشي ازاي مش عيب أن أنا أتعلم النادي الأهلي مؤسسة مؤسسة تربوية مؤسسة تربوية فيها كل شيء والنادي الأهلي سبق في كل شيء زي وزي الأندلة العالمية أنا بالله العظيم ما بجامل النادي الأهلي فوق الجميع النادي الأهلي نادي القرن الأهلي فوق الجميع الأهلي القمة